اشتار في العالم الروسي فلاديمير بوتين اسمه تاكر كارلسون هذا الصحفي الامريكي السمعة متاعه ماهيش جيدة برشا في الولايات المتحدة ومعروف خاصة بانتمائه وقربه من الرئيس من الرئيس السابق الرئيس ترامب دونك الاسبيكولاسيون بدا ومن توا بدات الاحديث على حملة لفائدة ترامب ضد جو بايدن بالنسبة للرئيسية الامريكية بالنسبة للحوار هذية اكيد بش يتضمن الوضعية متاع روسيا في علاقة بالحرب على اوكرانيا ولكن يبدو كونه الهدف من الحوار هو كونه فلاديمير بوتين يتوجه نحو الجمهور الامريكي والشعب الامريكي بش يعطي الوجهة نظر متاعه هو اللي قاعد يصير في اوكرانيا لانه نعرف اللي الاعلام في الولايات المتحدة هو اعلام اللي بين ضفرين يقود الشعب الامريكي نحو ديما وجهة نظر معينة وواضحة سواء في الحرب على اوكرانيا او في غيرها من المعارك كما اللي صار في غس هو السايد هذا كان عندو اميشون على فوكس نيوز ما توا وامشال الريزو اكس ما تلي كان تويتر عندو الاميشون عندو كونت اكس وداير الانتربيو بش تتعدى على الكونت تويتر متاعه سر اكس لبلاتفورم اكس وعلى الموقع متاعه هو تراكر كارلسون دونك ماشو تعدى مثلا في تلفزة وإلا في نوت ميديا كما بيرس مال جنو غير وفام عناس وصلت لحد من الناتوريتي اللي اليوم واليت معتها تخدم معتها معها تشتخليت على الوسائق الكلاسيكية متاع الاعلام هو نوتوريتي ولا معتها يعني اليوم معتها التكنولوجيات الجديدة خليت الناس معناها تبعد ما دل عمل بالتلفزة وتمشي وين فاما كما قلت أنت معروف علي أنه راديكالي برشا معتها يميني متطرف من الآخر وأنه يلعب يسر على الخوف معناها بالضبط قلت التيزينج البرح كان نهار ثلاث خرج فيديو على تويتر البلاتفورم إيكس تشافت 54 مليون مرة مش تعرف قيمة السيد معناها ومدى المتابعين ومدى التأثير متاعه معناها انتان كو انفلونسور آخر مرة الرئيس بوتينج كان أدى بحوار لمعناها الميديا يترانجي كان في سنة 2021 للبي بي سي كان ستيفن روزنبرغ كان هو اللي قام بالحوار وهو المراسل متاع البي بي سي في موسكو من نقاط قلت الأكيد كونه بشي تم التطرق ولا تم التطرق لأنه تم تسجيل الحوار هذا في حكم المؤكد من نقاط اللي الآن تطرح هل تم التطرق لمصير الأمريكي اللي هو موقوف في السجون متاع لسيرفيس روس لل فس بي هذا ما هوش مؤكد علما وأنه السيد اللي نحكي عليه الصحفي تاكر كالسون تم استقبال و معناها المظاهر متاع الاستقبال اللي قاعد تصير متاع موش متاع الصحفي لأنه قاعد ديما وراها الوسائل الاعلام الروسية قاعد تتصور فيه في البولشوي وفي غيره من الاماكن في روسيا وقاعد معناها تصير له هالة اعلامية كبيرة في روسيا قلت انت معتها مؤثر يعني مية وخمسة واربعين مليون في اربعة وخمسين مليون اربعة وخمسين مليون لارقام مش نقطة قوتك نعرف دك اربعة وخمسين مليون دي جهزتهم ميت ميت مليون في اقل من تلافين سجون معناها من البارح لليوم تشافت اربعة وخمسين مليون مرة فقط موية وخمسة واربعين مليون هلا دوك بنسبة اشتاعل في اكسبرسي انا بيدي قاعد نتسائل مش مشكل دوك الحوار هك ضيعت الافكار الحوار بش يتبث بالنسبة التراكر قال معتاش تاريخ لكن بالنسبة للمكتب الرسمي للاعلام في الكريملين كان قال كونه بش يتعدى نهار الخميس مع الستة بتوقيت الولايات المتحدة الستة متعار عشرية بتوقيت الولايات المتحدة لونك في في القايل بوقتنا فير تقريبا ماذي ساعة كان نقصه اذا كان نقصه خمسة ساعة ديكالاجو غير وكما قلت لا لا حاليك وكما قلت موش بش يتعدى في ميديا كلاسيك لا غاديو ولا تيلي وانا ما بش يتعدى على لقونت تويتر متاع تراكر كالسون وكذلك السيت متاع والسيت انترنت دونك هذي اول حوار يقوم به بلاديمير بوتين مع صحفي اجنبي منذ 2021 وانتو كان تصورة محسوبة من جهتين الانتربيو اكيد اكيد نمشي معاك موش محسوبة من جهتين بارك محسوبة من ثلاثة جهت على الاقل بما انو ترامب نتصور كان موش ممول مباشرة ومن المحرذين للقيام بمثل هذه الحوارات كل التخمينات تصوب كونه هو اكثر انسان مستفيد من هذا الحوار اخر حوار قلت كان في اكتوبر 2021 لفلاديمير بوتين فيما يخص للصحافة الاجنبية نحكي هذا فيما يخص فلاديمير بوتين والحوار اللي اجراه واللي بشي تعدى للجمهور الامريكي هي الترانزيشون تجب تكون سهلة حضر انت حكيت على ترامب واليوم الحديث على انو نتانياهو قاعد عطل في اي مقترح هدنة ولا مقترح تبادل الاسرة والاتفاقية الى ان تأتي الانتخابات ويطلع ترامب لانو يأمل انو وقتها بش تكون معناها امريكا وقراراتها ومسندتها ليه معناها بشكون كبيرة لخطر ناصل ما ميحبش وقف اطلق النار نتانياهو اما نتانياهو يحب لعملية الاستيطان لانو ديما نقوله المستوطنين راهوا ايضا معناها من اليمين المتطرف موما الخزين الانتخابي معناها اليوم للناس اللي في الحكم دونك اليوم الجزيرة قال تصبح لي هو عطل معناها جاه رئيس الموساد قالوا راوهاو في باريز راوهاو وشنو اللي صار وهي الاتفاقية فمعطاهش الاذن بش يمشي بها المجلس الحرب وعطل الهدنة حسب رويت قدمت حاركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حميس دونك مقترحا لوقف اطلق النار بش ينهي الصراع اللي بدايه عنده اربع عشرة في غزة وقالت اللي اسرائيل تدرس المقترحة تدرس ما يعنيش انها راو بش تويفق ولا هانو مش بش تلقى عراقيل دونك المقترح حميس هو وقف العمليات العسكرية ومعطا يوفى التصعيد ويتم تبادل الرهائن والسجناء ويوفى حصار غزة ويصمح للسكان النازحين بش يرجعوا لمنازلهم وبتبيعة تدخل المساعدات دونك يقولك الـ 45 يوم المعطا الولينين توقف مؤقتا العمليات العسكرية والاستطلاع الجوي والقوات الاسرائيلية تبعد على خارج المناطق المأهولة يخرجوا الفلسطينيات والأطفال وكبار السن والمرضى من السجون الاسرائيلية اتفاق على إفراج 1500 سجين فلسطيني منهم 500 تختارهم حماس اللي محكم عليهم بفترة طويلة ولا مدى الحياة زيادة المساعدات إعادة أعمار المستشفيات ومبعد في الـ 45 يوم الثانية توفى المباحثات ومعنيها وتلقى معطي يلقى وحل الأزمة ومتطالباتها بش تستمر وقف العمليات العسكرية ووقتها الإفراج على جميع المحتجزين من مدنيين ومجندين مقابل زيادة أعداد محددة من المسجنين الفلسطينيين يعني وفما الأيام الـ 45 ثالثة هو من الأول رحي كأكلام على ثلاثة مراحل فيها الهدنة هذه اللي بش يصير فيها تبادل جثامين ورفاية الموت لدى الجانبين بعد الوصول إليهم والتعرف عليهم بشو ما تفشون والإجراءات الإنسانية لازم تستمر بطبيعة كما في المرحلة الأولى والثانية هذي هذى اقتراح حماس اليوم نعرف الكل ناتانياهو مصلحته مهيش في وقفة لقنار ولا في هدنة مصلحته سياساوية بحتة معناها يخمم في روحه وكيف ينقذ نفسه ناتانياهو فقط وكل ما تستمر كل ما يستمر العدوان كل ما هو يزيد يبعد أكثر على دائرة الملاحقة سواء القضائية حتى سياسيا معناها عنده منافع مع تواصل العدوان للأسف وقد في الختام الانترفيو اللي حكيت عليها اللي قام بها الصحفي الأمريكي مع تراكير كارسن مع الرئيس الروسي بلاديميخ بوتين سيتم بثها غدوة الخميس مع نصر نهار بتوقيت تونس دونك على الموقع متاعه تراكير كارسن وإلا على تويتر متاعه عنده 11.6 مليون مشترك في تويتر متاعه الصحفي الأمريكي هذي سيبوه عنوين أشتاغ متعودوا مني بالضبط الحوار دام ساعتين شكرا نهاجر بوجمعة زينب الباستي في الأعداد أماني في الأخراج سليم في الديجيتال وليد برحومة نحييكم قلكم تصبحوا لخير نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من الخمسة للسبعة الأكسب خسفين باي باي